اهلا بكم من جديد محلي لانقطاع النفطي بنسبة 3.2% بالاسعار الثابتة وبنسبة 54% بالاسعار الجارية واظرت الارقام الرسمية ان القطاع غير النفطي سجل نموا بنسبة 4.4% بالاسعار الثابتة و 5.9% بالاسعار الجارية على التوالي ويرى المراقبون ان نمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي الحقيقي سيظل على مستوياته مع ثبات مستويات الانتاج نمو الناتج المحلي الاجمالي في جميع بلدان العالم يعد مؤشر لاستدلال على صحة العامة للاقتصاد حيث ان النمو دليل على خلق الثروة والاستثمار وزيادة التشغيل ومن المتوقع بحسب مراقبين وخبراء اقتصاديين ان يستمر نمو القطاع غير النفطي بالارتفاع في ظل نمو مستويات الاستثمار في عدة قطاعات حيوية خصوصا في قطاع التشييد والبناء والخدمات المالية في مملكة البحرين ارتفعت معدلات التضخم في مملكة البحرين خلال شهر يونيو بنسبة واحد بالمئة على اساس سنوي في عام الفين وسبعة عشر وارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك بنسبة صفر فاصل ستة بالمئة في شهر يونيو الماضي على اساس شهري مقابل تراجعه بنحو اثنين بالمئة بشهر مايو الماضي واوضحت الاحصائيات ان اسعار السكن والمرافق التي تشكل اربعة وعشرين بالمئة من انفاق المستهلكين في المملكة صعدت بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة بالعام الماضي وهو نفسه المعدل الذي سجله بشهر مايو المنصرم واشرت البيانات الى زيادة اسعار الاغذية بنحو واحد فاصل سبعة بالمئة بعد انخفاضها في مايو الماضي معدلة ضخم مشاهدين هو الرقم الذي يقيس تحركات اسعار الخدمات والسلعة الرئيسية للمستهلكين ويرصد معدلات ارتفاع الاسعار في الاسواق المختلفة ويعكس الرقم القياسي لاسعار المستهلك في البحرين الانفاق الاستهلاكي الذي تتحمله الاسرة في البحرين سواء مواطنين او مقيمين من غير اقصاط القروض او ضرائب الدخل او الانفاق على الاوراق المالية اعلنت بورصة البحرين عن ادراج الاسدار رقم 24 لصكوك الاجارة الاسلامية الحكومية التي اصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة المملكة ويبلغ حجم الاسدار 125 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك في حين تبلغ مدة الاسدار ثلاث سنوات اعتبارا من السابع عشر من يوليو 2017 لغاية عام 2020 ويبلغ العائد الثابت بنسبة 4.2% سنويا يتم خلالها دفع فوائد الاسدار كل ستة اشهر وسيتمكن المستثمرون بيع وشراء هذا الاسدار بإعطاء اوامرهم للوسطة حصل بنك الاثمار على شهادة دولية مرموقة في امن بطاقة المدفوعات ما يضع بنك الاثمار على قدم المساواة مع افضل المؤسسات المصرفية في العالم وقال رئيس التنفيذي للبنك احمد عبد الرحيم ان البنك يسعى من خلال الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها لضمان تقديم اعلى مستويات الحماية الامنية لعملائه وهو ما يعتبر احد الاهداف الرئيسية للبنك لكي يصبح احد البنوك الرائدة في المنطقة ومن جنبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة سيسا العالمية لامن المعلومات اكد على ثقة ببنك الاثمار بفضل ادائهم لدور هام في قيادة صناعة بطاقات الدفع في البحرين والاستفادة من البنية التحتية التي تقدم افضل الانظمة الامنية للدفع من خلال تطبيق والالتزام بالمتطلبات الرقابية الامنة للدفع والان ننقي نظرة على اسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل نشر مشاهدين مع فقرة البورصة ومع اغلاقات البورصة الخليجية لبداية تعاقدات هذا الاسبوع نبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت بارتفاع بنسبة بسيطة 0.03% واغلقت عند مستوى 7263 نقطة وتصدر الارتفاع قطاعي التجزئة أو تجزئة السلع الكمالية والصناديق العقارية المتداولة بورصة الكويت سجلت ارتفاعا أيضا بنسبة تقارب 13 النقطة المئوية عند مستوى 6799 نقطة وذلك عاد لقوة تداول على الأسهم المدرجة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات في المقابل سجلت بورصة أو سوق بوظبي للأوراق المالية انخفاضة بنسبة 14 النقطة المئوية متأثر بضعف تداول على أسهم قطاعي العقارات والطاقة وبخلاف ذلك سجل سوق دبي المالي تقدم نسبته أكثر من 16 أو بنسبة قارب 16 النقطة المئوية عند مستوى 3596 نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية نتحول إلى سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل انخفاضا بنسبة قارب 19 النقطة المئوية ويعود ذلك إلى انخفاض جميع مؤشرات بالبورصة العمانية وعلى رأسهم مؤشر قطاع الخدمات المالية أما بنسبة إلى بورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1323 نقطة بارتفاع نسبته 20 النقطة المئوية وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين ومئتين وواحد وخمسين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 586 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 65 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 57% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة اشتركوا في القناة